ضرب المتكرر تلاتة في تلاتة عندي ايه اللي بيتكرر؟ التلاتة طبعا اتقررت كم مرة يا ولاد اتضربت في بعضها كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اربعة تلاتة قصة اربعة هنا يا ولاد عندي اسمه الاساس ده اللي بيتكرر وهنا عندي القص اللي هو عدد تقرار الضرب طيب نفتكر مع بعض كده ملحوظة هامة في الدرس هنا جدا اول حاجة اي عدد يكون قصه بواحد يعني لو عندي خمسة كده مكتوبة انا اعرف انها قصها بواحد لو عندي حداشر مكتوبة اعرف انها قصها بواحد طيب اي عدد يكون قصه صفر تكون قيمته بواحد يعني ستة قصة صفر بواحد سبعة قصة صفر بواحد عشرين قصة صفر بواحد رقم ثلاثة في حالة الدرب نضع الاساس ونجمع الاسس وهنشوف دلوقتي امثلة كتير على كده رقم اربعة في حالة القصمة نضع الاساس ونطرح الاسس وعندي برضو ملحوظة تانية مهمة رقم خمسة اذا كان الاساس عدد سالب ومرفوة لأس فردي يكون الناتج عددا سالب رقم ستة اذا كان الاساس عددا سالب برضو ومرفوع بقى لأس زوجي يكون الناتج عددا مجاب عشان يا ولاد احنا خدناها قبل كده لما يكون القصة الزوجي بياكل السالب اما لما يكون القصة فردي بيسيبه زي وهو مثال بسيط جدا 3 قصة 3 في 3 قصة 2 احنا قلنا في حالة الضرب بضع الاساس اللي هو 3 واجمع الاساس يعني 3 زائد 2 بتساوي 3 قصة 5 يعني 200 3 واربعين طيب لو قلنا هنا عندي 4 قصة 4 في 4 قصة 2 بحط الاساس نضع الاساس ونجمع الاساس يبقى 4 قصة 6 بتساوي 4096 طبعا نجيبها بالقل الحزب طيب لو عندي حالة الاسمة 5 قصة 6 على 5 قصة 4 في حالة القسمة بضع الاساس ونطرح الاساس 6 قصة 4 بيساوي 5 قصة 2 يعني 25 لو مثلا عندنا 7 قصة 3 على 7 بس احنا قلنا اي عدد بيبقى قصه بواحد احط الاساس واطرح الاساس يبقى 7 قصة 2 بتساوي 49 امثلة تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي لو قلنا سالب 3 قصة 0 بتساوي نقط سالب 3 قصة 0 قلنا اي عدد مرفوع لقصة 0 كنتم بتبقى بواحد طيب عندي سالب 5 قصة 2 على سالب 9 قصة 0 قلنا سالب 9 قصة 0 يعني بواحد وهنا خلاص يبقى ديكم متهاب واحد طيب انا عندي سالب 5 قصة 2 المرفوع لقصة زوجي يعني هيكل السالب يبقى 5 قصة 2 على طبعا ديكم متهاب واحد بيساوي 5 قصة 2 يعني 25 ناخد امثلة فيها تفكير شوية لو قلنا هنا 2 قصة 2 في سالب 2 قصة 4 في سالب 2 قصة 3 على 2 قصة 6 في 2 نشوف يا بلاد كده الاول الاساس الاساس هنا 2 و 2 و 2 هنا سالب 2 و سالب 2 طبعا الاساس هنا مش متشابه يبقى لازم اخليه متساوي زي بعضه طب اشوف هنا الاول القصة هنا هيطلع زوجي يعني هيكل السالب يعني هنا تبقى 2 قصة 2 فيه طبعا هيكل السالب يبقى 2 قصة 4 عادي طب هنا القصة فردي يبقى مش هيكل السالب امال اعمل ايه يا ميس عشان اخلي الاساس متساوي اطلعها بره خالص اطردها بره مش هلغيها بس هاركنها بره دو الوقت وهيبقى هنا 2 قصة 3 وهنا 2 قصة 6 فيه 2 طبعا قصةها بيبقى بواحد بيساوي طبعا منساش السالب احطها اول حاجة وهنا عندي ضرب في البسط وضرب في المقام وبعد كده اعمل الاسم عندي ضرب في البسط احط الاساس واجمع الاسس 2 زي 4 زي 3 والمقام احط برضو الاساس واجمع الاسس منساش السالب يا ولاد 2 قصة كام اجمع الا ايه 2 و 4 6 و 3 9 على 2 قصة 7 منساش السالب وفي حالة الاسم قضع الاسس واطرح 9 نقص 7 2 يبقى سالب 2 قصة 2 طبعا انا عندي هنا يا ولاد السالب بر كوس عشان ما حدش يجي يقول لي ده القصة هنا يا ميس زوجي المفروض يأكل السالب السالب بر خالص مطرودة بر احنا قلناها في الاول يبقى سالب 2 قصة 2 يعني 4 يبقى سالب ايه يا ولاد 4 طيب عندي مثال تاني سالب 6 سالب 7 قصة 6 فيه سالب فيه 7 قصة 4 على 7 قصة 9 عندي هنا الاساس 7 7 لكن هنا سالب 7 ابو السي ولاد الاول على القصة القصة عندي زوجي يبقى هياكل السالب يبقى 7 قصة 6 عادي فيه 7 قصة 4 على 7 قصة 9 طبعا اضرب الاول وبعدين اقسم هتبقى 7 واجمع القصة 6 واربعة يبقى 7 قصة 10 على 7 قصة 9 وفي حالة الاسم أضع الأساس واطرح الأسس يبقى 10 قصة 9 واحد يبقى 7 قصة 1 بكامية ولاد ب7 زي ما هي وبكده خلصنا المراجعة على الضرب المتكرر ترجمة نانسي قنقر